السلام عليكم طلاب الصف الثالث كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ حسنة اللغة العربية لهذا اليوم سنبدأ بوحدة جديدة وسنتحدث عن شخصية تاريخية جميلة وهو الغواص أو السباح عيسى العوام هيا لنغلق الكتاب ونستمع إلى نص الدارس لنجيب أسئلة الاستماع عيسى العوام عيسى العوام غواص عربي مسلم اشترك مع القائد صلاح الدين الأيوبي في حرب الفرنجة كان يحمل الأموال والرسائل إلى عكا عندما حاصرها الفرنجة حيث كان يربطها على وسطه ويصبح ليلا فلا يشعر به أحد ويوصلها إلى عكا في إحدى الليالي شد على وسطه ثلاثة كياس فيها ألف دينار ورسائل لأهل عكا المحاصرين وسبح في البحر انتظره أهل عكا طويلا لكنه لم يأتي بعد أيام وجده الناس على شاطئ عكا ميتا وعلى وسطه الذهب والرسائل لقد أدر لما نتحيا وميتا طبعا من البطل الذي المسلم الذي تحدث عنه النص حيث العوام من الذين حاصروا مدينة عكا الفرنجة طبعا عكا هي مدينة في تعرفوا موجودة في فلسطين موجودة في فلسطين والفرنجة هم الانجليز طبعا يعني هم منحكي عنهم زي اليهود بس هم كان زمان يسموهم الفرنجة كيف كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى عكا كان يربطها على وسطه ويصبح ليلا من دوني أن يشعر به أحد أحسنتم القائد المسلم الذي حارب ننضع دائره القائد المسلم الذي حارب معه عيسى العوام صلاح الدين الأيوبي كان عيسى العوام يوصل الرسائل إلى مدينة عكا ومات عيسى العوام ماله غرقا طبعا شو يعني العوام؟ أي السباح ننضع عنوان آخر للنص هذا عليكم أنتو تضعوا عنوان آخر للنص أنتو بتحلوه لكن أنا مثلا أعطيتكم السباح الماهر ممكن نحكي الآن بعد ما حلينا أصلت الاستماع سنتناقش صور التحدث وعندي أربع صور طبعا الصورة الأولى شو ممكن نعطي عليها جملة أو نتحدث بها بجملة ممكن نحكي أنه اشترك مع عيسى العوام اشترك مع القائد صلاح الدين أيوبي في حرب الفرنجة شايفين بيقاتلوا في حربهم الثانية يربط على وسطه الرسائل الثالثة اش ممكن نحكي يسبح ليلا فلا يشعر به أحد آخر اشي زي ما انتو شايفين وجدوا ماله ميتا إذن يعدى أيام وجدوه الناس على شاطئ عكا ميتا على وسطه الذهب والرسائل طبعا هي شخصية يعني شخصيته كانت أنه يوصل لأهل عكا كان ماهر شجاع تعرفوا الفرنجة كانوا يقتلوهم إذا شفوهم وحاصروهم طبعا تدربع قراءة الدرس سيدان سنقوم بقراءة الدرس في الحسة القادمة إن شاء الله هيك خلصنا حستنا يا ثالث يعطيكم العافية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر